اشتركوا في القناة اضغط على صفحة هذا الشخص او نبحث عنه طبعا راح نوضح فقط على هذا الشخص نضغط على هذه النقاط بالاعلى وبعد هيك راح نضغط كتم طبعا اذا ضغطت كتم هيك بتكون انت الغيت جميع الاشعارات من هذا الشخص طبعا بامكانك الغاء هذه العملية من خلال اضغط مرة اخرى على هذه النقاط بالاعلى ورح تضغط الالغاء الكتم تمام طبعا الطريقة التانية راح نضغل الى الصفحة الشخصية وبعد هيك راح ندخل الى احدادات والخصوصية تمام والان راح نضغط على التنبيهات كما هو موضح في الفيديو وبعدين راح نضغط على التنبيهات العاجلة تمام راح تجينا هذه الصفحة وهذه الصفحة هي صفحة كل التنبيهات على تطبيق تويتر اذا كان الصفحة موجود مقابل مثلا اشارات الصور او الرسائل الخاصة يعني انه ستصلك اشعارات بهذا الشيء اما اذا كان غير موجود علامة الصفحة يعني انه لن تصلك اشعارات وبإمكانك ايضا ان تلغي كل الاشعارات هذه من خلال الضغط على ايقونة محددة كما هو موضح في الفيديو ضغطنا عليها وهيك ما راح تصلك اي اشعارات متعلقة في تطبيق تويتر طبعا الان راح ننقل الى الطريقة الثالثة من خلال الدخول الى الضبط او الاعدادات في جهازك ندخل عليها وبعد ما دخلنا راح تظهر هذه القائمة وبعد هيك راح نضغط على الاشعارات كما نشاهد في الفيديو وبعد ما ضغطنا راح تظهر معنا هذه القائمة وهذه القائمة تعني كل ما يتعلق بالاشعارات طبعا اذا ارادت ايقاف الاشعارات المتعلقة بتويتر راح تضغط على هذه الايقونة كما هو موضح في الفيديو وبعد هيك راح تعمل خروج وهيك انت بتكون عملت ايقاف لكل الاشعارات في تطبيق تويتر وبهيك بنكون انتهينا من الفيديو اذا شفت ان المعلومات مفيدة دعمنا بلايك واشتراك واذا كان لديك اي ملاحظات او استفسارات بامكانك كتابتها في التعليقات اسفل الفيديو اشتركوا في القناة